إننا نلتأي في وقت بالغ الخطورة وأمام منعرج مأساوي وبعد اغتيال المرحوم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعي الهنية في طهران إننا ندين وندين بشدة هذه العملية الإرهابية الغادرة والشنيعة التي أقدمت عليها قوات الاحتلال الصهيوني وهي تتمادى في لا مبالاتها ولا اكتراثها بأبسط القواعد والضوابط الإنسانية والقانونية والسياسية والأخلاقية إنها سياسة الأرض المحروقة التي جعل منها الكيان الصهيوني نهجاً وخطةً واستراتيجيةً قوامها التسعيد ثم التسعيد في كل الاتجاهات غزة الظفة الغربية اليمن لبنان سوريا وإيران إنها حقاً سياسة الأرض المحروقة وكأن المراد منها هو إدخال المنطقة برماتها في دوامة الحروب المستفيد الوحيد منها المحتل الصهيوني والخاسر فيها هو أمن واستقرار المنطقة والسلم الذي تصبو إليه إن الجزائر تتقدم بأخلص التعازي والمواساة للشعب الفلسطيني الشقيق وهو يواجه هذه المحنة التي يتقاسمها وإياه سائر الشعب الجزائري ترجمة نانسي قنقر